كل يوم نحاولوا نمشوا في الذاكرة الوطنية ونحاولوا كل مرة نخرجوا شخصية أو نخرجوا موروث لمادي من توراثنا التونسي تونس اللي اتعادت عليها كل ثقافة العالم وكل حد وخلى البصمة بتاعه اليوم حابنا نمشوا على بحد شخصية حبها الشعب جينيرا الموتى القديمة شخصيات اللي في السلطة كانوا صعيب برشا وأنوا قرب من شعب متاحهم ولكن محمد المنصف باي هو شخصيتنا لليوم اللي هو سميه باي الشعب كان قريب برشا من هموم الشعب وهموم التوينسا كعليش اليوم مش نصالتوا عليه الضوء ونحكيوا عليه في تونس بلوينها تونس بلوينها محمد المنصف بن محمد الناصر بن مشير الثاني محمد باي المولود في أرب عمار 1881 هو آخر أمير حسيني مولود قبل فرض الحماية الفرنسوية على تونس في 21 ماي 1881 ولم أبلغ سنة دراسة ليالحق والده في سنة 1888 في المعهد الصادقي بصفة مقيم بمبيت المدرسة لتمكينهم الاختراط بأبناء الشعب منذ صغر ونشوفه أنه السلوك متاعه كان طيب جدا وكان يتلقى في دروس حتى في وقت العطلة متاعه دروس في اللغة الفرنسية في الأقصر وكان حتى دروس حتى في الفقه والشريعة ومن أكثر الناس اللي كانت تقري فيها هو محمد جعيت الله يرحمه وينعمه هو اللي تولى الحكم في 9 جوان 1942 في تنبك الحرب العالمية الثانية تقريبا بعد شهيرات من حكمه اللي دخلت قوة المحور الألمانية والإيطالية تونس في نوفمبر 1942 وقابلهم الحقيقة الأمريكان والإنجليز وتوالت المعارك بيناتهم حتى الماي 1943 حاول بش يكون محايد ويجاين بتوانسا ويلات الحرب لكنه لغالب لا حول ولا قوة له وخلعته المستعمرات الفرنسية خلعته من المنصب امتاعه وشوفوا أنه اليوم السلطات الفرنسوية علت خلع المنصب بيبانه بتهمة التحالف مع المحور قوات المحور لأنه الحجاج الدام غذية اللي أثبت على نحو لا يقل ضحف بطلان هذه التهمة واعترف الجنرال جوان ذاته فيما بعد بأن حكومة الجزائر المزعومة هي اللي تتحمل المسؤولية الأجراء هذية اللي تم اتخاذه في حقه شوفوا أنه تم خلعه في 15 ماي 1943 ونفاته في الصحراء الجزائرية وبعدها نفاته في مدينة بوال فرنسية واللي توفى في غرة سبتمبر 1948 البي هذا يسمي وهبي الشعب وأكثر البيات محبوب لأنه قلبوا مع الحركة الوطنية وكان استقبل أول ما شد فترة الحكم اللولى متاعه استقبل الدساترة واستقبلهم في القصر متاعه وكانوا من الناس زادة اللي عملوا عريضة ومولوا زراء متاعه ما عدا وقتها الحركة السياسية كل ما عدا شيعين اللي قدموا عريضة بشي حاولوا يرجعوه لكن ما نجموش يرجعوه كان في مدينة بول فرنسية استقبل بعض الشخصيات الدستورية وكان زادة يستقبل العائلة متاعه ودافع ضد المقيمة الفرنساوية على هوية تونس وشرفها وحضرتها وكان يتكلم عن المقيمة العامة العسكري في الوقت هذا كان الند للند ولخطره كان شعبي جدا جنازته كانت رهيبة وكانت جنازة عظيمة وجنازة وطنية كبيرة برشا خرج فيها عامة الشعب بصفة تلقائية منصف بيه الله يرحمه ونعمه من بيات اللي كان قريبة احنا اللي غالب منصف بيه طورة بتينوك فقط بالسوق فما ما قوله المنصف بيه يقول اني مستعد لقاضاء بقية حياتي في قفص ولا اكل سوى الخبز والزيتون اذا اتاح ذلك التونسي ان يلبس ششيته بعزة وكرامة هذه معنى النجم نقوله عبارة واحدة كفيلة بيش نفهمه شخصية المنصف بيه ولا المنصف بيه اللي هو تقريبا فترة الحكم بتاعه مدامش تقريبا عام من 42-43 ممكن ما مفتش للاثناشن شهر لكنه للاثناشن شهر هيدو كانوا كفيلين انه بشي خليونا نحكيو عليه احنا توب عامل 2019 نظرا لانه كان شعب كما قلت انتي باي الشعب ولا ملك الشعب انه اولا اول مشد الحكم كان تقدم بوثيقة للمستعمر الفرنسي تقريبا فيها عدد من النقاط منها مثلا مساوات في الاجور بين فرنسيين والتونسيين عديد طالب عديد الحقوق للتونسة ومعنى بالمساوات نجم بقولوا هذا باي ثوري اذا كان نهارة لول في الحكم نعرف انه علاقة البايات من النصف عمر كانت علاقة معتا تبعية تامة اعطوهم البلاد وما في نالمان كيجي باي ويقدموا وثيقة كيما هذي نهار اعتلاقوا للعرش مع تدلالة كبيرة زادا كان مع الحركة الوطنية كان يقوم بعمل كبير برشة وكان يعرف بالقضية متاع القادة متاع الحركة الوطنية وقتها برقيبة وغيرهم كان يقابل لسفراء وكان يطلب باش اذا كان مشدودين باش يتسايبوا كان يطلب معتا من السفراء مقيم العام معنى تاعات الفرنساوية سفراء باش كلمة دول الاجنبية دول الاجنبية باش كلمة مقيم العام ويعفوا على المعتقلين الغديكة وفي الحركة الوطنية معنى المعتقلين من الحركة الوطنية كان زادا عنده علاقة كبيرة بالشعب كان يتجول مع الشعب كان يسمع كان عنده الخرجة متاعهم بذبط وكان ناجم يقولوا انه قرار الاتخاذ عدم الحياد كان قرار رشيد وقتها انه الناس كل وقت نعفهم شهد مع الماني خاصا هو شهد الحكم وفرنسا نعفوا احنا 39 بيضة الحرب العالمية الثانية اربعين وواحد واربعين واثنين واربعين تقريبا فرنسا مستعمرة المانية وقتها شهد الماريشال بتان اللي تقريبا اكثر بريس عند القوات الالمانية بقيادة هتلر بالتباعة ونعفوا شاردوغول كان يدير في الحركة ولا في المقاومة الفرنسية من لندن معتها كان اللي قايل يقول انه وقتها المانية عندها عامين وثلاثة سنين رابحة فماش عليش ما نختارش المانية لكن هو كان قراره رشيد معتها برشا وكان اطلب عدم طلب الحياد وعدم معتها نضيواء وراء طرف دون اخر الشي اللي يخليه تباوء مرتبة كبيرة مع الشعب قرار عدم الحياد راه ومعتها يخلي توانسا ميمشيوش يجيوه فالهناة والهناة في الحرب ميمكنوش حطاب محرقة هذا بالاضافة انه اجم مقولو بعد تم نفيه كذلك ننذكر كما قلت انتي كانت جنازة كبيرة برشة تاريخية الجنازة متاع منصف باية لخليته شخصية وطنية وإن شاء الله نعود بمرة أخرى نفس الحديث حكيناه مرة أخرى إن شاء الله هو المحالة رجاء فرحات نقدم مسرحية وقدم المنصف بي لكن زادنا نتمنى يكون فهم عمل سينمائي ولا درامي هو فهم لمحالة بعض المحاولات اللي هي زادة شوفنا تخدمت عليها أشرة وثائقية نحكي على السينما وإلا الدراما أشرة وثائقية موجودة على الناس الكل نحكي على السينما والدراما وهذاك اللي يبقوا في الذاكرة الشعبية وهذاك اللي يفهم يكون بطريقة مبسطة يفهموا الناس تاريخهم وقايد باش نتلهاوه بتاريخ تونس ونعطيه القيمة ليسحق مرحبا بالناس الكل وكل يوم نحاولو نمشو في الذاكرة الوطنية أعطينا ميساحة صغيرة لشخصية وطنية كما المنصف بيموش كان سوق فقط هو إرث كامل اللي تنجم وتتعرف عليه من خلال البحوث اللي موجودة في كل بلاسح مرحبا بكم بعد الفاصل